المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تزداد اشتعالاً في البر والبحر ففي الوقت الذي تفسد فيه روسيا هجمات أوكرانيا كييف تحاول تكثيف استعداداتها دون يأس سلاح الجو الأوكراني أعلن تدمير سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود ويتوقع أنها تنقل طائرات مسيرة وأضاف نفس المصدر أن السفينة دمرت في ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم من جانبها السلطات الروسية أكدت وقوع انفجارات وحرائق كبيرة في ميناء مدينة فيودوسيا وأضافت أن الهجوم أدى إلى تسجيل وفيات وإصابات وإلحاق الضرر بالبنى تحتية هذا وغالباً ما تنفذ أوكرانيا هجمات في شبه جزيرة القرم تستهدف خصوصاً الجيش الروسي الأمر الذي تعتبره كييف نجاحاً مهماً